بمدينة لابلاتا الأرجنتينية أفد علماء بأن الديناصور المنقارضة من فصلة موزوروس كان يحبو على أربعة أطراف قبل أن يتعلم كيف يمشي على رجليه مع تقدمه في السن شأنه في ذلك شأن بني البشر وأكد أليخاندرو أوتيرو الباحث في العلوم الطبيعية بمتحف لابلاتا استنادا إلى معطيات دراسة جديدة سلطت الدوء على قدرة هذا النوع من الديناصورات على الحركة بشكل اضطراضي مع نموها في الحجم إلى المراحل نمو هذا الديناصور نلاحظ تغيرا واضحا في بنية الجسد التي تنتقل من الوضع الربعي لدى اليافعين إلى ظهور القدمين لدى معظم الحيوانات البالغة بملاحظتنا لبنية العظام وبفضل التكنولوجيا تمكننا من إعادة بناء هيكل رقمي وثلاثي الأبعاد لشكل هذه الكائنات الحية حتى نتمكن من الوصول إلى هذه النتيجة فالتغيير الحركي من رباعي الأطراف إلى استخدام القدمين هو أمر نادر وغير شائع بين الديناصورات ولم يثبت علميا أبدا من قبل وأعتقد أنه بالإمكان استخدام التقنيات البحثية على مجموعة أخرى من الديناصورات في المستقبل في سبيل اكتشاف المزيد عن قدرتها الحركية مع النمو وعاش الديناصور على سطح البسيطة منذ أزيد من 200 مليون سنة خلال العصر الجراسي المبكر حيث تم اكتشاف بقايا الحيوان التي عمل عليها فريق الباحثين في ستينيات القرن الماضي جنوب الأرجنتين ولم يكن حجم الديناصور يتعدى رحة اليد عند الولادة قبل أن يصل وزنه إلى أزيد من طن بمجرد نموه بالكامل وأجرى هذا البحث العلمي فريق من العلماء التابعين للمجلس الوطني للبحث العلمية والتقنية والكلية الملكية للطب البيتاري بلندن ومتحف لابلاتا